مسلسل باب الحارة الجديد الحلقة الثانية مثل ما شفنا بالحلقة الأولى بعد ما ردوا يسام على جواني فأكيد جواني ما رح يسكت فطلع بحسابي بالإنستجرام ونزل ستوريات وبنفس الوقت نزل بوست بالبداية رح وطولكم الستوري بعدين نروح للبوست حبايا بالقلب كيفكم شارك باركون من شام موضوع الكمس على لغة اللي طلعوا حقوا على الغنية أو أبعظام بالأخص نزلت له بوست نصيحة دخلوا شوفوا بحساب الإنستجرام مكتوب تحت البوست نصيحة على أقل من وقتها وشوفوا أنتو بنحقكم تطرين رأيكم فيها نزل هذا البوست اللي كان حط في جزء من الأغنية وكان كاتب فيه يسعد مساكم حبايب قلبي مبارح لما نشرت الفيديو كليب أنا كنت كتبت تعليق مثبت وحطيت بالوصف ملاحظة أنا لا يقصد في هذه الأغنية لإهانة لأي شخص واللي يقول لي أنت عبد الدسة فلان اللي بتجعل مقاس ويلبسها وشفت في كتير أغزام دحش وأنفر بالقصة مشاني بينه وكأنه ما عندي أي مشكلة إنه هي الأغنية والفيديو كليب خلال يومين تم التسجيل والتصوير وكل يومين فيني إنشر أغنية مشان هيك خليك على طرف يا أبو عظام اللي هو يقصد فيها وساب طبعا نصيحة مو أكثر للبعدة كذا غنيتك كان فيها أي غلط برات الطريق والفيديو كليب بتجاي رح أجيبك ورح خليك فيه كومبارس وإسأل رفقاتك عني وملاحظة أنا ما عندي أي مشكلة حدا يدسني بس باحترام يعني منافسة بعيدة عن الأهل بعيدة عن السب انتقص شغلي وحركات بس لا تقترب على الشرف أو الأهل بحرمك شيء اسمه سوشال ميديا انتبه قبل ما تعمل أي شيء وفكر منيح بالشيء اللي عم تعمله نصيحة مو أكثر طراحة ذكرني تهديد جواني نفس التهديد اللي هدد هيال بيسانة ماعيل فوسام حبيبي إذا حاب ما يصير بك أجزاء ويصير عليك ردود من هذ الكلام فنصيحة جنة بجواني وبس طبعا هذه هي الحرب اللي عدنا الجديدة إن شاء الله راح تكون وخلينا نشوف إذا هل وسام لحيرد أو كيف حتكون لغنية وكتب لي بالكومنتاج شو رأيكم بالخصة هل تتوقضون أنه وسام غلط من أساس أن نزل رد بالإنستجرام لأنهما بالعادي لمن يردون على بعض يردون بأغاني مو بالسوشال ميديا وبالإنستجرام وبس والله هنا وصلنا إلى هذه المقطعات ما يحقاجبتكم تسقطوا لايك تشتركوا بالقناة لأن بعد شوية راح ينزل مخطأ أخبار فالمودهاي لازم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لأن يمكن ما يوصل لإشعارات لأغلبكم وبس مع السلامة